تغيرت الحرب الكلامية غير المسبوقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الإعلان عن لقاء مرتقب بين الجانبين في شهر آيار مايو المقبل انفراج كبير في التوترات النووية مع بيونغ يانج فاجأ العالم ولاقى ترحيبا دوليا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال أثناء زيارته لجيبوتي إن الولايات المتحدة تفاجأت قليلا بانفتاح كوريا الشمالية وأشار إلى أن ترامب اتخذ قرار اللقاء من تلقاء نفسه لقد قلنا في السابق أننا منفتحون لعقد محادثات وهذا ما قاله أيضا الرئيس ترامب منذ فترة ويرغب في لقاء كيم عندما تكون الظروف مناسبة وأعتقد أنه يرى أن الوقت قد حان اليابان رحبت بما اعتبرته تغييرا في موقف كوريا الشمالية لكنها دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على بيونغ يانج للالتزام بالتخلي عن تطوير الأسلحة النووية من أجل إجراء محادثات مثمرة سأزور الولايات المتحدة في شهر إبريل لعقد قمة أمريكية يابانية سوف ألتقي ثالها برئيس ترامب وقد اتفقنا على هذه القمة كما اتفقنا على مواصلة التعاون عن قرب لحل مسألة السلاح النووي والصاروخي لكوريا الشمالية الصين من جهتها أعربت عن دعمها الكامل للقمة المزمعة بين ترامب وكيم ندعم حل المشاكل عن طريق الحوار ونأمل أن تتمكن كل الأطراف من إظهار الشجاعة السياسية نحو التوصل إلى حل سلمي للنزاع الكوري وزير الخارجية الروسي سيرقي لافروف الذي يقوم بدوره بجولة إفريقية اعتبر المحادثات المنتدرة بين واشنطن وبيونج يانج خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن لا ينتهي الاجتماع بين ترامب وكيم جونج أون بمحادثات فقط بل ينبغي أن يمهل طريق لتسوية شاملة لاستقرار شبه الجزيرة الكورية وفي موقف مماثل أشاد الاتحاد الأوروبي بالاستعداد لعقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية وأعرب عن أمله في أن يؤدي الاجتماع إلى حل قضية برنامج بيونج يانج النووي عن طريق التفاوض بريطانيا بدورها رحبت بموقف كوريا الشمالية الجديد واعتبرته تطوراً إيجابياً قد يغير من خلاله كيم جونج أون سياسته من أجل رفاهية شعبه